ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدورة المحوري الذي تطلع به مصر منذ بداية الأزمة في غزة والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لشعب فلسطين الشقيقة جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رمالة مع رئيس الوزراء الفلسطيني حيث شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الأوضاع الرهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع